أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أهلا وسهلا بكنا طالبات العزيزات يتجدد اللقاء بكنا على موائد الرحمن وموعدنا مع لقاء جديد في الثقافة الإسلامية لنتحدث بمشيئة الله عز وجل في محاضرة اليوم عن موضوع من أهم الموضوعات التي تمسي الثقافة الإسلامية وهو موضوع انعكاسات الثقافة الإسلامية على بنية المجتمع الإسلامي وكذلك التشريع الإسلامي والعبادات في الإسلام لنكن على علم بأن هذه الشريعة الغراء التي جاءت لتسوس الناس وجاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وجاءت لأناس كانوا رعاة غنم فأصبحوا بفضل هذه الشريعة الغراء قادة أمم لا بد لهذا النظام أو لهذا التشريع الإسلامي أنه صار وفق منهجية علمية صحيحة ولا بد أنه كان له العديد من الأهداف السامية التي استطاعت تشكيل بنية المجتمع الإسلامي فصدرت بهذه التشكيلة واجهة للعالم الإسلامي ليطل بتشريعاته الربانية للعالم بأسره فينقذ هذا العالم من ضلالات الجهل والخرفات والظلمات إلى نور الهداية لنكن أيضا على علم بأن كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام سواء كانت هذه الأحكام واجبة أحكام التكلفية الخمسة واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو حرام هذا التشريع الإسلامي برمته لم تخرج الأحكام الشرعية عن واحدة من الثلاث في التشريع الإسلامي كل التشريع الإسلامي أو كل حكم في التشريع الإسلامي إما أن يكون أولا إما أن يشكل أمرا ضروريا وما نسميه الضروريات أو أو حاجيا الحاجيات أو يكون هذا الأمر أمرا تحسينيا كالتحسينات إذن باختصار شديد كل الأحكام الشرعية أيا كان نوعها وأيا كانت درجتها في التكليف إما أن تكون تابعة للضروريات أو تابعة للحاجيات أو تابعة للتحسينات أولا ما هي أو ما معنى الضروريات تفضلي بارك الله فيك هذه ما تنضوي عليها الضروريات لكن لو أردنا أن نعطي تعريفا دقيقا للضروريات هي ما لا يمكن لنظام الكون أن يستقيم أو يستقر بدونه بمعنى هذه الأحكام التي تقع تحت الضروريات هي ما يلزم من وجودها استقرار الكون ونظام الكون بأسره يعني في المقابل إذا لم توجد هذه الضروريات أو الأحكام الضرورية إذا لم تطبق ماذا سيحدث سيحصل على النقيض ماذا سيحدث سيحدث هناك خلل في توازن الكون إذن بوجود هذه الضروريات نحفظ نظام الكون وبعدمها خلل في نظام الكون الآن بالنسبة للضروريات يأتي بعدها أهم المقاصد التشريعية الخمسة وما هي أولا حفظ الدين حفظ الدين ثانيا حفظ النفس ثالثا حفظ العقل حفظ المال رابعا حفظ المال حفظ النسل لنأتي على كل واحدة من هذه المقاصد التشريعية الخمسة التي تنضوي تحت الضروريات وأيضا أريد أن أنوه لأمر مهم جدا 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 في موضوع الضروريات سواء كان الحكم الآن في حفظ الدين إما أن يكون هناك أحكام لإقامة الدين أو حدود لمنع الاعتداء على الدين وبهذا الأمر نستطيع أن نحفظ الدين إذن نحن نريد ابتداء بعض الأحكام الشرعية التي تحفظ علينا ديننا وشرعنا جميل وفي المقابل إن كان هناك من يتعدى على ديننا وعلى معتقدنا فلا بد من وجود العقوبات أو الحدود التي تمنعهم من الاعتداء عليها وهذه الأمرين تماما نستطيع أن نحفظ بهما الدين إذن الدين ينبثق عنه أمران حفظ ومنع اعتداء ما معنى الحفظ؟ كيف نستطيع أو ما هي الأحكام الشرعية التي شرعت للحفاظ على الدين؟ تفضلي بارك الله فيك إقام الصلاة باختصار إقامة شعائر الدين من صيام وصلاة وزكاة وقبلها حكم إسلامي راشد يحفظ لنا ديننا في أرضنا إذن ابتداء ابتداء نستطيع أن نحفظ هذا الدين بما شرع من أحكام وتشريعات وبعض الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا حتى نحفظ ديننا وغالبا ما تكون هذه الأمور لها علاقة بالواجبات لا علاقة بالواجبات طيب تم الاعتداء على الدين كيف يمكن أن يعتدى على الدين من شعات على الدين أو خلاف الأحكام كلام صحيح خلاف ذلك الردة بارك الله فيك يمكن الاعتداء على الدين وهو أهم مقصد من مقاصد التشريع عن طريق الردة عن طريق الردة إذن مدامة الردة تهدد أهم مقصد في مقاصد التشريع ماذا نريد حتى نحفظ علينا هذا الدين ونمنع المارقين والمعتدين الحد ما هو الحد؟ حد الردة ما هو حد الردة؟ القتل إذا علم الإنسان الذي انتمى لهذا الدين وآمن به أنه إن خرج عنه سوف يقتل بأدلة من القرآن والسنة أيوة إذن هذا الإنسان سيكون هذا بالنسبة له خط رجع طيب قد كلام صحيح قد يقتل السؤال الأهم ألا تشعر بأن هناك تناقض بين قضية الحرية في المعتقد وبين القتل في الردة نحن نقول لا إكره في الدين فكيف نقتل المرتد؟ المرتد التشريع إذا أساد عن دين الله ما هو نستمع إلى الطالبة تفضلي كلام جميل لكن نحتاج إلى تعديل على الحروب أو الغزوات كان يقول لهم للصحابة بتخيرهم يا بيسلموا يا بيسجل يا بيقتل حسب العقابل اللي هو اللي يعمله حنيس عشان نحفظ على الدين وما يصيرش تشوهات كثيرة أو اختلاق على الدين فكان هم يعطلهم في القتل سؤالي محل السؤال محل السؤال وهو هل يوجد تعارض بين قوله تعالى على إكره في الدين وبين أن من يرتد يقتل الإجابة لا تعارض لماذا لا يوجد هناك تعارض؟ لأن الإسلام أعطى الحرية في الاختيار في المعتقد فقبل أن يسلم الإنسان له حرية الاعتقاد ولا يمكن أن يدخل في دين الإسلام إلا بعد أن يحقق أهم شرط من شروط التوحيد وهو اليقين وعدم الشك من شروط لا إله إلا الله اليقين وعدم الشك الإنسان الذي دخل هذا الدين بيقين تام وإخلاص والعمل بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم اختار بعدها الكفر إذن توقع عليه أحكام الدين لكن قبل أن يكون مسلما لا توقع عليه أحكام الدين لأنه فعليا ليس من أهل الدين ليس من أهل الإسلام فلا تطبق عليه أحكام الإسلام أما إن دخل الإسلام وأصبح أحد أبنائها أبناء هذا الإسلام العظيم إذن لا بد أن يوقع عليه أحكام الإسلام من أحكام الإسلام التي من المفروض أنه طلع عليها عندما دخل الإسلام وهو قتل المرتد قتل المرتد ما الدليل؟ يرجع عن دينه يكفر كوجود للأسف الشديد من يتنصر الآن بعد إسلامه أو من يخرج من الدين إلى الإلحاد بعد إيمانه هذا هو ما نتكلم عنه الآن هذا الإنسان المرتد قلنا عقوبته القتل ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ ومن يرتد قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فيمت وهو كافر الآية في المبحث الرابع ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا أليس كذلك؟ ناتي على الآية بدقة لا 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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا تمام؟ إذن أعطني الكتاب لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذن حكم الله بموجب هذه الآية على أن المرتد من أصحاب النار وأن هذا المرتد للأسف وملعون في الدنيا والآخرة فيقام عليه حد الردة الآية لم تبين حد الردة لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه إذن هنا الحكم واضح بوجوب قتل المرتد إذا رجع عن دينه إذن حفظ الدين يكون بتوقيع أو بإجاب الشرائع أو التشريعات التي حفظت لنا ديننا وبوجود العقوبات التي تمنع الاعتداء على هذا المقصد الشرعي واضح الكلام؟ نأتي الآن إلى حفظ النفس كيف حفظ الإسلام لنا أنفسنا؟ تفضلي إذن نريد أن نفند الأمور الآن القتل هذا اعتداء على النفس إذن لا نضع فيه المحافظة إذن هنا أيضا حفظ النفس نريد أن نأخذ نفس السياق حفظ ومنع اعتداء كيف حافظ الإسلام على النفس؟ ليست العبادات العبادات حفظ دين ولكن تحفظ النفس بالطعام والشراب إباحة الطعام والشراب كلام جميل؟ كلام جميل لو أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الطيبات ماذا سيحدث بالنفس البشرية؟ ستهلك ستهلك وأحل لكم الطيبات صح؟ تحليل الطيبات فيه إحياء للنفس وفيه محافظة على النفس كيف يتم الاعتداء على النفس البشرية؟ بارك الله فيك بالقتل يتم الاعتداء على النفس بطيب لمانع هذا الاعتداء على النفس البشرية؟ ماذا نفعل؟ القصاص وهو القاتل يقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إذن يمنع الاعتداء من خلال القصاص وهو قتل القاتل نأتي الآن إلى حفظ العقل نأتي لنفس النظام ما هي التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى حتى يحفظ علينا عقولنا وما هي العقوبات أو الحدود التي وقعتها الشريعة على من انتهك العقل إذن نحفظ ومنع اعتداء كيف حافظ الإسلام على العقل؟ عندما نتحدث عزيزتي الطالبة عن الخمر الخمر ليس فيه مقصد الحفظ ونام فيه اعتداء على العقل فهنا سنأتي في موضوع الخمر في منع الاعتداء لأن الخمر اعتداء بارك الله فيك بارك الله فيك يحفظ هذا العقل بالعلم لأنه كما يحفظ الجسم بالطعام والشراب يحفظ العقل بالعلم وقال سبحانه وقل ربي زدني علما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون إذن دعوة الإسلام إلى التفكر والتأمل والتعلم أول آية نزلت في القرآن اقرأ اقرأ صيانة للعقل صيانة للعقل إذن كيف حافظ الإسلام على العقل من خلال دعوته للعلم كيف منع الاعتداء على العقل حد حد الخمر ما هو حد الخمر كم الجلد كم جلدة تمانين جلدة نأتي الآن إلى قضية الاعتداء على الخمر قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميصر والأنصاب والأزلام رسم من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذن هذه الآية فيها النص واضح وصريح على حرمة شرب الخمر لكن ليس فيها دليل على عقوبة شارب الخمر نأتي إلى السنة ماذا قال أو كيف استنبط العلماء عقوبة شارب الخمر قالوا من شرب الخمر فاجلدوه طيب كم نجلده قال العلماء يجلد ثمانون جلدة لماذا؟ صلوا على رسول الله قال العلماء إذا سكر هذا أي تكلم كلاما غير مفهوم وغير موزون إذا سكر هذا وإذا هذا افترى قد يقول من بعض الأشياء التي هذى بها أشياء فيها افتراء على الناس وعلى أعراض الناس وقد يتهم الناس في ماذا؟ في أعراضهم إذا من شرب سكر ومن سكر هذا ومن هذا افترى وحد الفرية الافتراء على الأعراض ثمانون جلدة اللي هو بالضبط حد القذف اللي هو من يتهم الناس في أعراضهم وحد الفرية ثمانون جلدة ومن هنا استنبط العلماء لا تقبل شهادة تمام هذا في القاذف لا تقبل شهادة في شهرب الخمر ثمانون جلدة نأتي الآن إلى المقصد الرابع من مقاصد التشريع وهو حفظ المال كيف حافظ الإسلام على المال؟ بارك الله فيك وأحل الله البيع إذن أن الإسلام أباح لنا أن ننمي المال وأن نستثمر في هذا المال وأن نبيع ونشتري بهذا المال هذا الأمر ماذا يفعل في المال؟ ينميه يزيده يحافظ عليه فإباحة الإسلام للبيع والشراء والتجارة طيب كيف يمكن أن يعتدى على المال؟ الربا الربا فيه اعتداء على المال؟ السرقة وهناك بعض المصطلحات عندنا في الشريعة الاختلاس والنهب لكن نحن نريد أن نعطي كلمة واضحة وكلمة محددة لأن فيها عقوبة شرعية وهي السرقة السرقة فيها اعتداء فيها اعتداء على مال الآخرين في اعتداء على مال ما هي عقوبة السارق؟ قطع اليد من الرب لكن عقوبة حدية ما معنى حدية؟ يعني ممكن أنه لو رجح ما معنى؟ شوفوا صلى على رسول الله العقوبات عندنا في الاسلام ثلاثة أريد العقوبات في الاسلام ابتداء عندنا ثلاث عقوبات في الاسلام الحدود والقصاص والتعذير الحدود هي عقوبات مقدرة عقوبات مقدرة شرعها الله سبحانه وتعالى إما بأن الإنسان فعل محرما أو لم يفعل واجبا كلام واضح؟ الآن هي حدود مقدرة عندما قلت عن حد الزان مئة جلدة هم مئة ولا يجوز أن تكون مئة وواحد ولا تسعون وتسعون هي مئة لماذا مئة؟ لأن حد لله سبحانه وتعالى قدرها الله بالضبط هكذا عندما نقول سرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القطع من الرسغ القطع من الرسغ أقصد بهذا أن عقوبة السارق عقوبة حدية العقوبات الحدية هي عقوبة الردة عقوبة السرقة عقوبة الزنة عقوبة القذف لا عقوبة ليس في أحد عقوبة السرقة وعقوبة قلنا الزنة وعقوبة البغي أو قاطع الطريق إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف واضح الكلام ذي عقوبة قاطع الطريق هنا نستطيع أن نقول هذه حدود لا جزء فيها الزيادة ولا النقصان وجبت حقا لله تعالى نأتي الآن إلى القصاص القصاص وهي عقوبة عقوبة وهذه العقوبة وجبت حقا لله وحقا لعباده ولكن حق العبد فيها أغلب من حق الله ولذلك يجوز في القصاص أن يسامح أو يعفو أهل المقتول مش القاتل المقتول فالقصاص وقتل القاتل قتل القاتل أو طبعا هو الاعتداء على النفس أو ما دون النفس كجرح عضو أو قطع عضو التعذير هي عقوبات غير مقدرة من قبل الشارع التي يقدرها أو الذي يقوم بتقديرها من الخليفة أو الأمير أو السلطان طبعا برضو لنفس الكلام لوجود مخالفة واضحة في حق الدين أو في حق المجتمع فمثلا لو قلنا أن إنسان أفطر في نهار رمضان في الحدود التي ذكرتها هل قلت لكم أن هناك عليه عقوبة حدية؟ لم نذكرها وفي القصاص لا علاقة لها بالقصاص فماذا نفعل؟ التعذير التعذير وهذه التعذير تقديرها لمن؟ للخليفة ممكن يأمر بحبسه ممكن يأمر بجلده ممكن يأمر بدفعه لغرامة مالية حسب تقدير الخليفة واضح؟ هذا يعني شرح سريعا أنواع العقوبات حتى تكون الأمور بالنسبة لنا واضحة إذا نرجع إلى نفس الموضوع الآن مقاصد التشريع قلنا حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل وكل واحدة من هذه المقاصد أوجد من التشريعات الإسلامية ما يحفظها وأوجد من العقوبات ما يمنع الاعتداء عليها قلنا حفظ الدين المقاصد الشرعية حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال حفظ المال حفظ النسل الآن بالنسبة لحفظ المال قلنا عندنا حفظ ومنع اعتداء كيف يحفظ المال؟ ب إباحة البيع والشراء قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربع كيف يمنع الاعتداء عليهم من خلال؟ حد السرقة قلنا حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم بالنسبة لحفظ النسل ما عنها حفظ النسل طبعا كما قلنا لها وجهان حفظ ومنع اعتداء كيف حافظ الإسلام على النسل؟ تفضل بارك الله فيك إذن حافظ عليه من خلال الزواج لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إذن الزواج فيه محافظة على النسل إذ من أهم مقاصد الزواج الإنجاب ووجود نسل يحفظ لهذه الأمة وجودها وبقاها إلى يوم القيامة أليس كذلك؟ وقلنا في المحاضرة السابقة كان من أسباب اختيار المرأة أو الزوجة الودود الولود أو قدرة المرأة على الإنجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود لماذا؟ للمحافظة على النسل كيف يمكن الاعتداء على هذا النسل؟ بالزنا والعياذ بالله إذن يتم الاعتداء على النسل من خلال الزنا كيف نمنع هذا الاعتداء؟ حد دقيقة دقيقة من خلال حد؟ الزنا إذن يمنع الاعتداء على النسل من خلال تشريع الإسلام لحد؟ الزنا ما هو حد الزنا؟ قال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إذن كم مقدار؟ إحنا قلنا عقوبة حدية مئة جلدة كلام واضح؟ إذن الإنسان الذي اعتدى على أعراض الناس أو على النسل هذا في حقه المفروض عقوبة حدية وهي حد الزنا مئة جلدة الآن حد الزنا الزنا قد يكون الزاني محصن أو غير محصن المحصن نقول عنه بكر لا المحصن ثيب غير المحصن بكر صلاة لرسول الله إذا زنى متزوج أو إنسان سبق له الزواج ما عقوبته؟ رجل بالحجارة بارك الله فيك الآن هذا الإنسان الذي حصن بشرع الله وهو الزواج وكان حلالا عليه ثم بعد ذلك اعتدى على النسل بالزنا كان حقا عليه في حقه الرجم حتى الموت عندما قالوا محصن المفروض أنه حصن بماذا؟ بزواجه الشرعي بزواجه الشرعي الذي أحله الله له طيب إنسان زنى ولم يسبق له الزواج فكان بكرا وليس ثيبا هذا الذي نزلت في حقه الآية وهو مئات جلدة مئات جلدة واضح الكلام؟ إذن كما قلنا أن الإسلام بجمال تشريعاته وقوة العقوبات التي وضعها والتي من خلال هذه العقوبات يمكن للإسلام أن يحفظ علينا ديننا وأنفسنا وأعراضنا وأموالنا وعقولنا وبيوتنا ومجتمعنا وأن يطهر هذا المجتمع من الرجسي والأوساخ والقاذورات كان حقا علينا أن نكون فعلا حق العبيد لله سبحانه وتعالى على فكرة قد يلحق بهذا الأمر وهو حفظ النسل حفظ الكرامة الإنسانية حفظ الكرامة الإنسانية حفظ الكرامة الإنسانية والتي تتمثل بحرمة القذف بحرمة القذف ما عقوبة القذف؟ ثمانونة جلدة قلنا قبل قليل بأنه في حد الخمر قاس عقوبة شارب الخمر على على القذف لأن فيه فرية على أعراض الناس معنى القذف هو اتهام بريء بالزنة أن أقول أن فلان زنة فلان فعل كلمة شرفه واسعة كلام واضح فلان زنة لا نقول فلان سمعة سيّة فلان عليه شبهات قال قولا واضحا وصريحا واتهامه في عرضه بالزنة هذا الإنسان القاذف قال سبحانه وتعالى في حقه إن الذين يرمون المحصنات لعنهم الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنهم الله في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال سبحانه وتعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثلاث عقوبات وقعت على القاذف أولا أولا ثمانون جلدة وهذه عقوبة بدنية ثانيا لا تقبل لهم شهادة أبدا وهذه عقوبة نفسية ثالثا وأولئك هم الفاسقون هذه عقوبة ربانية حكمة كأن الله سبحانه وتعالى حكم عليه من فقوق سبع سماوات بأن هذا الإنسان فاسق أي خارج عن حدود الله سبحانه وتعالى واضح الآن من هذا العرض أن الإسلام بمقاصده التشريعية الخمسة استطاع أن يستوعب كل أحكام التشريع ولذلك الآن كنا نتكلم الأول مقاصد التشريع وهو الضروريات الضروريات طيب الآن هذا عندما نتكلم عن الضروريات إذن في الضروريات هو ما شريعت من أجل توازن الكون تخيلي أن الله أباح السرقة أو أباح القذف أو أباح الزنا إذن لانتشر وعم الفساد واختل فعلا النظام الكون كلا أصبحنا نعيش في غاب صحيح إذن فعليا كأننا نعيش في غاب والعياذ بالله فتفضل الله علينا وتكرم علينا بتنظيم هذا الكون وفق تشريعات تحفظ علينا دنيانا وآخرتنا هذه ما يتعلق بالضروريات نأتي الآن إلى إذن قلنا كل التشريعات إما ضروريات وإما حاجيات وإما وإما تحسينات ننتقل الآن إلى الحاجيات ما معنى الحاجيات ما معنى الحاجيات ما معنى الحاجيات تفضلي هو كل ما يحتاجه الإنسان لتوصفه ورفع الحرج وهذا الأساس من الضروريات عندك بارك الله فيكي نركز قليلا معا الآن في موضوع الضروريات هي شيء مهم جدا للمحافظة على نظام الكون بدونها يختل نظام الكون أليس كذلك؟ الضروريات لا الضروريات هي ما الحاجيات الحاجيات هي أحكام شرعية شرع الإسلام للتوسع للتوسع على الناس ورفع الحرج والضيق عنهم بمعنى يعني كأنه يتحدث عن الرخص الآن عندما نقول إذن الحاجيات هي التوسع وتوسع على الناس أو ما شرعه الله ما شرعه الله ليه؟ للتوسع على الناس ورفع الحرج ما هي الرخص التي شرعها الله للناس حتى يوسع عليهم؟ تفضل إذن أولا حتى نستطيع أن نحصل هذا الأمر نقول الحاجيات إما أن تكون في العبادات أو في المعاملات أليس كذلك؟ الحاجيات في العبادات مثل ما هي العبادات التي ممكن فعلاً لو فرضت علينا ووقعنا بسببها في ضيق ومشقة أوجد الله سبحانه وتعالى لنا بعض الرخص حتى ينقذنا أو يوسع علينا أو يرفع عنا هذا الضيق والعنات تفضل الصيام هل الصيام بإطلاقه؟ الصيام أين؟ متى؟ الصيام في الصفر الصيام في المرض الصيام في المرض الإفطار في الصفر بارك الله فيك أو المرض الآن رخصة الإفطار هذه لماذا أوجدها الله؟ التوسع على الناس رفع الضيق والحرج والمشقة عنهم لأن الله لو فرض على المريض الصيام ربما هلك صحيح صحيح واضح؟ إذن أي رخصة شراءها الله سبحانه وتعالى من باب التخفيف الآن أوجب الإسلام لنا واعتبرها ركن من أركان الصلاة القيام لو كان الإنسان عاجزاً عن القيام ماذا يفعل؟ يصلي قاعداً طيب جواز الصلاة قاعداً هنا من باب التوسع التخفيف على هذا الإنسان الذي وقع في مشقة أو ضيق إذن هذه الرخصة وهو جواز الصلاة قاعداً من باب الحاجيات هذا من باب العبادات في المعاملات إذن هناك بعض المعاملات الشرعية قد تكون في أصلها لو جئنا لنطبق عليها أصل الشريعة تكون حرام ومنها الإجارة الإجارة كيف يعني؟ الآن عندما أستأجر بيتاً الأصل أن تكون الإجارة شيء مقابل شيء مادي يعني أدفع نقود مقابل شيء مادي شيء مقابل شيء عندما نتأجر بيتاً لمدة ما نحن ندفع مادة مقابل ماذا؟ نأخذ بيتاً لا نحن لا نأخذ بيتاً نحن ننتفع بالبيت يعني مادة مقابل منفعة المنفعة مادية ولا معنوية؟ معنوية لو بدنا نأجي لأصل الشريعة المفروض حرام إذن لماذا شرعت؟ توسع على الناس التوسع على الناس ورفع المشقة والضيق عنهم إذن الحاجيات قد تكون في العبادات وقد تكون في المعاملات واضحة؟ نأتي الآن قلنا أخذنا الضروريات والحاجيات الثالث التحسينات التحسينات ما معنى التحسينات؟ بارك الله فيك هو كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من محسن العادات ومكارم الأخلاق الإسلام عندما قال لنا يا غلام سمي الله وكل وكل مما وكل مما يليك هذا من الأدب أليس كذلك؟ عندما قال الإنسان واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا من محاسن الأداب ومكارم الأخلاق الآن لو أفترض جدلا أن إنسان لم يأكل مما يليه لم يأكل من أمامه إنما أكل من المنتصف حيث اللحم والهبر هل هذا يقع يختل بسبب فعلته نظام الكون؟ لا إذا هو ليس من الضروريات هل إن لم يفعل ذلك سيقع في ضيق؟ قمة الوسع لأنه أخذ كل ما يشتهي لكن إذا فعل ذلك كل من الأدب كلام صحيح فعل ما يتنافى مع الأدب فعل ما يتنافى مع مكارم الأخلاق أليس كذلك؟ إذن التحسينات هو أو هي ما شرعه الإسلام من محاسن العادات ومكارم الأخلاق طيب الآن من نسبة للتحسينيات هل تتوقع إن كل التحسينيات مستحبة مثلا؟ ولا هي درجات؟ يقينا هي درجات فقد تكون التحسينيات واجبة وقد تكون مندوبة مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مباحة طيب هل منفع أن تكون مكروه أو حرام؟ هل يمكن أن يشرع الله حرام أو مكروه؟ لا إذن هو قد يكون شرع أشياء واجبة أو مستحبة أو مباحة أعطيني مثال على ما شرعه الإسلام من باب التحسينيات وحكمه واجب تفضلي الضروريات؟ لا أنا لا أقول ضروريات أنا أقول تحسينيات هذه من باب المستحبات مندوبات مندوبات الكلام صحيح الآن ركزي معي ستر العورة في الصلاة ستر العورة في الصلاة دقيقة بارك الله فيكي الآن ستر العورة في الصلاة واجب ولا مستحب؟ واجب لكن هل يوضع في الضروريات؟ طب في الحاجيات؟ لا ولكن توضع في التحسينات نأتي الآن إلى شيء مندوب السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة أليس كذلك؟ الآن تشريع السواك هل هو من باب الواجب؟ لا وإنما مندوب إذن السواك أليس كذلك؟ الآن الإنسان لو لم يستاك أو ينظف أسنانه هل يختل نظام الكون؟ هل يقع هو في ضيق ومشقة؟ هو مرتاح ولكن قد يضايق كل من حوله ويقع في ماذا؟ في فعل ما لا يليق في فعل ما لا يليق قد تخرج رائحة لفمه فتضايق فتضايق غيره ولذلك الإسلام جعلها من باب التحسنة أمور مباحة الزواج الزواج أو تعدد خلينا نقول تعدد الزوجات وكذلك الإفطار في صيام لا دقيقة الآن هو إجمالاً الزواج يأخذ الأحكام الشرعية الخمسة إذا الإنسان تيقن من وقوعه في الحرام إلا ما يتزوج كان الزواج بحقه واجباً واجب إذا خاف على نفسه فيكون هنا مستحب والله عنده زوجة وأراد أن يتخذ زوجة أخرى قد يكون لأسباب كثيرة قد ليحصنها يحصن نفسه يربي أولادها إذا كانت إمرأة مطلقة أو كانت إمرأة أرملة ممكن تكون أسباب كثيرة هنا في حقه هذا الزواج مباح إن لم يتزوج هل سيختل نظام الكون هل هو سيقع في ضيق ومشقة لا لكن هو فعلياً ماذا فعل؟ فعل واسع على نفسه واسع على نفسه نجل الإفطار في صيام يوم تطوع إلى أصل إن الإنسان عندما يصوم قضاءاً قضاءاً ألا يفطر في هذا اليوم القضاء لكن نفترض أنا اليوم أردت أن أصوم تطوعاً اليوم الخميس أردت أن أتطوع لله وأتقرب لله فصمت ذهبت إلى أهلي فوجدت ملذ وطب وأقسمت علي أمي أن أقوم بالغداء معهم هنا ما حكم هذا الأمر؟ هل أفطر أم أكمل الصيام؟ مباح هذه معنى الإفطار في صيام يوم تطوع واضح؟ لأن الصيام تطوع وليس فريضه هنا يجوز ويعتبر الحكمها مباح إذن التحسينيات ممكن تكون واجبة وممكن تكون مستحبة وممكن تكون مباحة التحسينيات ممكن تكون في العبادات وممكن تكون في المعاملات في المعاملات وممكن تكون في العادات اذا حتى التحسينيات كما قلنا ممكن تكون في العبادات والمعاملات والعادات الان اعطيني مثال على تحسينيات في العبادات ممتازة جدا اذا كما قلنا الطهارة وسطر العورة هذه تعتبر من التحسينيات لكن وين في العبادات واضح طب في المعاملات بارك الله فيك من غشنا فليس منا تحريم الغش والبيع على بيع اخيه هذه الصورة انا الان اريد ان اشتري يعني كاد ان يتفق هووية اتفق هو والبائع على هذا الامر اراد ان يشتري اتفق مثلا بمئة شكل انا اخذ هذه السلع بمئة شكل فقمت انا قلت له ادفع لك مئة وعشرة واعطني اياها ماذا فعلت افسدت بيعة اخي وكانت بيعة وكان شراء لهذه السلع فوق شراء اخي علشان ولذلك قال سبحانه خاله صلى الله عليه وسلم لا يبع احدكم على بيع اخيه لا يجوز لان هذا ليس من الاخلاق هذا من الدناءة في الخلق من الخسة في الطبع واضح تمام وايضا كذلك من غشنا فليس منا ايضا ليس من الخلق وهذه تقع في دائرات المعاملات العادات يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ان يخرج الرجل متطيبا ويلبس اجمل الثياب عند خروجه للصلاة هذه من محاسن العادات بل انها من السنة كذلك كما قلنا قبل قليل كما قلنا قبل قليل ان الانسان اذا رفع صوته شبه الله سبحانه وتعالى في قرآنه العزيز بماذا بصوت ان انكر الاصوات لصوت الحمير واخفض واقصد في مشكه واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير طريقة المشيه طريقة الكلام طريقة ايوه اذا الاسلام اعطانا كثير من العادات الجميلة التي بامكانها ان تزين الانسان وتجمل طبع الانسان لو قلنا سؤال قبل الاخير ماذا يترتب على ترك التحسينيات يتركب يترتب عليه فعل ما لا يليق فعل ما لا يليق من محاسن العادات ومكارم الاخلاق السؤال الاخير في موضوع التحسينات هل تعتبر التحسينيات من الكماليات غير المهمة ما رأيكنا الان قلنا ان التحسينيات ممكن ان تكون واجبة فكيف لا تكون مهمة وممكن ان تكون فكيف لا تكون مهمة اذا فكرة ان يعتقد الانسان ان التحسينيات امرت كمالي تجميلي هي كل الاحكام الشرعية تكمل بعضها بعضا لكن ليس معناها ان منها ما هو مهم ومنها ما ليس مهم لكن يوجد منها الاهم والاقل اهمية فحتى في مقاصد التشريع الخمسة الدين والنفس والمال والعقل والنسل هذه المقاصد الخمسة مراتب هل حفظ الدين من اهم حفظ الدين او العقل اهم مقصد من مقاصد الشريع هو حفظ الدين فاذا حفظ الانسان الدين قد يحفظ عقله لكن تخيل ان الانسان الذي حافظ على عقله العقل بدون الدين قد يهدي الى الالحاد قد يضره اكثر من ان ينفع واضح وكثير من الناس العلماء والجهابذة واصحاب الاختراعات هم كفار ماذا فعل عقلهم بهم اوداهم الى الالحاد ولا الكفر والى الاسف الشديد الشذوذ احيانا اذا اهم مقصد من مقاصد التشريع وحفظ الدين ثم النفس اذا هي كلها ضروريات لكن بعضها اهم من بعض عندنا الآن ضروريات وحاجيات وتحسينيات ايهم الاهم الضروريات لانه بدونها يختل نظام الكون ثم يأتي بعدها الحاجيات لماذا لاننا بدونها نقع في مشقة وتعب وضيق ثم بعد ذلك نأتي الى التحسينيات لاننا بدونها للاسف جديد قد نخرج عن مقتضى الكمال البشري عن مقتضى الكمال البشري نخرج عن محاسن الاعادار ومكارم الاخلاق طيب الان لو تعارض معنا حكم او لو تعارض عندنا حكمين بين ضروري ومثلا تحسيني ايهم اقدم الضروري نضرب مثال الان هب ان امرأة تريد ان تضع مولودها اشار عليها الاطباء بوجوب بوجوب الاجراء عملية من قبل مجموعة من الاطباء الذكور الان هي بين امرين بين حفظ النفس لها ولوليدها وبين ان تختار ستر العورة فلا توافق على اجراء عملية من قبل اطباء الذكور ماذا تفعل لا يوجد الا ذكور افترض في هذه المستشفى او في هذا التوقيت لا يوجد الا ذكور لو قلنا بالفقه نتكلم في الفقه الان ركزوا معي حفظ نفس المولود وحفظ الام من باب ماذا ضروري حفظ النفس وستر العورة تحسيني كلام جميل ايهم اولى الضروري الضروري فماذا تفعل تقوم باجراء العملية حتى تحفظ نفسها ومولودها طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ الا ما اضطررتم اليه صح؟ لان هنا هذه المرأة وقعت في حال الاضطرار وقعت فيه الاضطرار واضح؟ اما لو خير الامر لها هكذا وكانت هي في زعة من امرها ولم تقع بين ضروري وتحسيني لها ان تختار طيب الان وقعنا بين امرين ضروريين واحد له علاقة بحفظ النفس وتعارض مع حفظ المال حفظ النفس اذا ما همية هذا الترتيب في الشريعة؟ ان نفهم انه فيه ضروري وحاجي وتحسيني ما اهمية ان نعرف ان مقاطة التشريع في الدين والنفس والمال ايضا لها ترتيب معين؟ ما هو اهمية هذا الترتيب؟ بارك الله فيك وهو تقديم الاهم على المهم اذا كلهم لهم اهمية لكن هناك ما هو اهم وما هو مهم اذا تقديم الاهم على المهم واضح؟ كلام جميل جدا الان هناك اهداف علية للمجتمع الاسلامي حتى نحفظ هذا المجتمع ويبقى هذا المجتمع قائما في تناغم ويبقى هذا المجتمع مجتمع معافى ومجتمع سليم ومجتمع متماسك ومجتمع قوي اذا له اهداف علية الاهداف العلية للمجتمع الاسلامي عندنا ما هي واحد لا قلنا قلنا بعضا منها من ضمن المقاصد قلنا حفظ الدين نان حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال حفظ النسل خمس ستة المحافظة المحافظة على الامن المحافظة على الدولة لاحظوا انه بمقاصد التشريع الخمسة عندما اقمنا الدين على انفسنا وفي مجتمعنا ماذا حدث اصبح هذا المجتمع كما قلنا مجتمع متعافي مجتمع فيه عافية وفيه قوة ويستطيع ان يعني ان يكون يعني مجتمعا رصينا ويواجه الكثير من المجتمعات الاخرى الان السؤال ما اهمية اضافة هذا البند المحافظة على الامن والمحافظة على الدولة تفضلي من خلاف انصال على رسول الله الان من نسبة للمحافظة على الامن والمحافظة على الدولة هدول التنتين فيهم نوع من التهديد الخارجي التهديد الخارجي الذي يمكن ان يزعزع استقرار الدولة الذي يمكن أن يزعزع استقرار الدولة نأتي إلى دليل على المحافظة على الدولة تفضلي محافظة على الدولة ويسعون في الأرض أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صلوا على رسول الله هذا البن تحديدا يتحدث عن التهديدات الخارجية فيما لو كان هناك بغاء ما معنى بغاء اللي هم الذين يخرجون مثل قطاع الطرق أو الذين يخرجون على الحاكم الذين يخرجون على الحاكم ويريدون أن يزعزعوا أمن الدولة واستقرارها ما حكمهم عند الله قال حكمهم عند الله أن يقتلوا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إذن لهم أربع عقوبات إن شاء الله سنأتي عليها بالتفصيل في فقه العقوبات لكن نقولها من باب الذكر واضح؟ إذن ما الهدف؟ ما الهدف من مثل هذه العقوبات؟ المحافظة على الدولة من أي تهديد قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى خلال وجود خلال فيها أو إلى أي تهديد ينزع منها استقرارها نأتي للمحافظة على أمن الآن في داخل الدولة قد يحدث هناك إنقلابات ويمكن نحن عشنا موضوع الإنقلابات وموضوع للأسف الآن قد يكون هناك الدولة تسير وفق يعني قانون وتسير بهدوء وتسير بنظام ثم بعد ذلك نلاحظ قد يحدث هناك إنقلاب بمعنى أن يقوم رجل آخر يريد أن لا 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 يريد ماذا؟ يريد أن يمسك هو بزمام الأمور فيكون رئيسا للدولة ويكون له أتباع ويكون له أتباع لأن هل تقوم دولة بخليفتين؟ لا يمكن هو الكون كله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فتقوم عادة دائما وأبدا كل الأنظم على على أن يكون لها إمام واحد رئيس واحد خليفة واحد أمير واحد وإلا لتنازعوا ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن عندما تكون الأمر الأمور مستقرة ويأتي إنسان آخر أو خليفة آخر ما حكمه؟ ويريد أن ينزع من هذه الدولة استقرارها فاقتلوه قال فاقتلوا الآخر منهما إيش الآخر؟ الذي أحدث البلبلة والنزاع والشقاق ماذا علينا أن نفعل به؟ أن يقتل لماذا يقتل؟ حتى يتقتل الفتنة معه حتى يقتل أسباب النزاع والشقاق في هذه الدولة فنحافظ بذلك على أمن هذه الدولة واستقرارها إذا حفظنا على الدين وحفظنا على النفس والعقل والمال والنسل وحفظنا على الدولة وحفظنا على أمنها واستقرارها نلاحظ بأن بإذن الله سبحانه وتعالى سنصل إلى مجتمع إسلامي بامتياز وسنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مجتمع راقي قادر ريادي صانع قرار معافة له فعلا كل مقومات القوة والمنع التي تحفظ لأن يبقى على الدوام أن يبقى على الدوام وهنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ بعض الجزئات البسيطة جدا في موضوع أن مجتمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا كافح البطالة مجتمعنا كافح الجريمة ومجتمعنا أيضا هو مجتمع عزة وجهاد نلاحظ أن هذا المجتمع لكي يصل إلى أوج المعفاة والسلامة والحصانة والمنعة ماذا فعال حارب البطالة بكل أشكالها لماذا؟ لأن البطالة ستورث لنا الفقر والجريمة والجهل والفساد والتحاسد والطباغض بين الناس لذلك قال في قصة عمرو بن العاص عندما قال بأن الناس سرقوا قال ماذا قال له ماذا نصحه مره؟ قال صل وعطي وارحم صل وعطي وارحم ماذا يقصد بذلك؟ أي صل الفقراء وعطيهم وارحمهم حتى تقطع أيديهم عن السرقة والتسول حتى لا تمتد أيديهم إلى التسول فيسكب ماء وجوههم بسبب الحاجة بسبب الحاجة وأيضا الرجل الذي امتدت يد نصحه وقال له لأن يذهب أحدكم إلى الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه قد يعطيني الواحد مرة أو مرتان ثم بعد ذلك ماذا سيفعل؟ لن يعطيني ولذلك مجتمعنا فعلا الأصل أن يحارب البطالة وأن يحارب الفقر لأنه لو كان الفقر رجلا لقتلته لأن الأصل حتى على الحاكم المسلم أن يقوم بتوفير كل ما يلزم وهي الحاجات الأساسية لكرامة الإنسان ولكينونة الإنسان المسلم من مأكل وملبس ومطأ ومشرب ودواء ومسكن هذه أشياء أساسية الأصل أن يحصل عليها كل إنسان يعيش في كنف الدولة الإسلامية أيضا مجتمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى مجتمع متكافل مجتمع أخوة مجتمع تعاضد وتحابب ولذلك قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا لا يبيع أحدكم على بيع أخي لماذا؟ لأن هذا ينغص على أخي ينغص على أخي فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة كذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ونحن في أرض الجهاد والرباط استفعنا الله بأن يكون مجتمع عزة ومجتمع جهاد ومجتمع رباط إلى يوم القيامة ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم رسول الله المثل الأعلى في فعلا إقدامهم وشجاعتهم وجهادهم من أجل الحصول على كرامتهم ومن أجل إقامة شرع الله في بلادهم ومن أجل أن يسود العالم الخير والبركة والحب والسلام ولأنه بتعاليم هذا الدين هذا الدين نستطيع فعلا أن ننقذ العالم من الظلم نستطيع أن ننقذ العالم من التفرقة العنصرية نستطيع أن ننقذ العالم من كل الأمور التي بإمكانها أن تعصف بأمن هذا العالم واستقراره من أجل جشع الإنسان وطمع الإنسان وبطش الإنسان وظلم الإنسان إذن قال سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم إذن كما قلنا ونبقى دائما على الدوام نقول الحمد لله أن وهبنا الله الإسلام والحمد لله أن اصطفانا من بين كثير من عباده لنفوز بهذه البركة وهذه النعمة وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى بأن نكون من جنود هذا الإسلام الميامين كما نشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من صفوة الصفوة وكنا من عباد الله سبحانه وتعالى المصطفين بأن جعلنا في أرض الجهاد والرباط لتزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأوى قالوا أين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وفي نهاية هذا اللقاء الميمون لا يسعني إلا أن أشكركم برك الله فيكم على حسن الاستماع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته